المعطلة أزيلال ساميرا حاصلة على الإجازة في علم الاجتماع في قاضي عياد مراكش سنة 2006 منذ حصولي على الإجازة في 2006 بطبيعة الحالة كيفيكي في أي حال أي معطل عقب من أن يحصل على الشهادة تكون عنده دائما أفاق وأحلام بالوظيفة وبالعيش الكريم بطبيعة الحال عقب من أننا حصلنا على الإجازة بالحالة رجعنا للعيون صادفنا الواقع الذي هو معروف الواقع الذي أنه الوظائف مهيكينة استمرنا على هذا الحال سنوات طوال بنضال بوقفات بمجموعة من المحاولات طرق باب المسؤولين من أجل المطالبة بالوظيفة والتجأ مجموعة من المعطلين حينها في سنوات 2007-2008 تقريبا لتكوين مجموعة من المجموعات التي كانت ضم المعطلين التي بطبيعة الحال كانت ضمها النقابات من ضمنهم ومنهم الـ CDT والـ UMT فقط أن تكونت هذه المجموعات كان هدفها هو الميضال وهدفها هو المطالبة بالوظيفة وبالعيش الكريم قمنا بمراسلة مجموعة من المسؤولين طبيعة الحالة التي تخصهم هذه الأمور منهم الولاية والجهة والبلدية بالنسبة لأنه كان دائماً ما هو قاعد للرفض يعني ما كان لأذان صاغية لشيء دائماً كانت تجابه بالرفض عنه ما كان حد مثلاً عنه لا يسمعك أو لا يستاجب معك تمينا على هذا الحال ونمرقب طبيعة الحال وقفت للشارع لتعبير عن مطالبنا المشروعة من خلال طبيعة الحال نضارنا في الشارع ومثلاً عن المسؤولين أي رد أو أي فتح قنوات الحوار طبيعة الحال كما يعلم الجميع أنه في 2010 الدار المعتصم في شارع مكة من عند مندوبي التشغيل اللي دام تقريباً 59 يوم اللي كان بطبيعة الحال حافل بالنضالات وحافل بمجموعة من الأشكال النضالية اللي جسدها حينها المعطل المعطلين صحراميين في مدينة العيون بطبيعة الحال كان هدفهم واحد هو التشغيل ولا شيء غير التشغيل من بعدها من بعد هذه الفترة وهذه المدة كاملة تدخل على الخط الوالي الدخيل حينها اللي بطبيعة الحال جاب هاي الفورماسيون ديال لوسيبي سكيلز اللي ديك ساعة كانت محالة يعني ما كانت أصلا جاية للمناطق الجنوبية كانت فقط جاية لها الخريب قوآس فيه واليوسوفية هاي المناطق الفصفاطية اللي أنهم هما كانت عندهم واحد الضرفية وكانوا عندهم واحد عندهم واحد نوع من نضالات اللي جات على إثرها هاي الفورماسيون وصادفت في العيون صادفت هاي المعتصم فارتقوا أنهم مثلا يجيبوها الانحناية كبديل أو أنهم مثلا سكتوا بها المعطنين استدعى الوالد خيلا المجموعات اللي جان ديال المجموعات كاملين اللي كانوا في الشارع اللي كتنشاط في الشارع طبعا الحال لأنها دراك ماتلا عندها أي وجود هاي المجموعات تفرقت وتشتت المعطنين دراك رغم عدو اللي في شاتات في سوبات عميق وتوف نرجع لحكايثنا بالنسبة الوالد خيلا جاء قال المعطنين كاملين اللي كانوا في المعتصم قال لهم أنه عقب هاي الفورماسيون فيها مدة عامين عامين تتكونوا وعقبها كان توظيف مباشئ هذا هو اللي قال جاءت الفورماسيون وافقه المعطنين اللي في المعتصم نفض الشكل اللي هو المعتصم على أساس أنه الفورماسيون عامين وعقبها يتوظفوا يا غير للاسف أنه المعطنين ساعف المجموعات أو اللي جان ما قبضوا طلب وثيقة خطية تثبت ودليل كلام الوالد خيلا على هذا الشيء فقط هو قبضوا إلا شفاويا مسألة شفاوية فقط جاءت الفورماسيون جاءوا استدعاءات لنا بطبيع الحال ما هم كاملين اللي كانوا في المعتصم جاتهم أما ما عرف على أي أساس لا رواب ما أعتقد على عامل سن أو يعني ما هم الكل يعني نقص عدد عدد لا بأسابيه من المعطنين اللي كانوا في المعتصم وبالنسبة لي جاتهم الاستدعاء ديال هاي الفورماسيون ديال وصيبي سكيلز نقسموا كين اللي دار ما استر في مراكش وفي أقادير وخالق اللي قاعد هون دار المعهد وخالق اللي مشال الرباط دار معهد ديال الشيخ زاين بالنسبة لي أنا نتحدث عن عن تجربتي احنا اخترنا مراكش درنا فورماسيون ديال ديال ماستر ديال الديناميات المجالات الاجتماعية في مراكش لتابعة لوسيبي سكيلز من 2011 تقريبا من 2011 إلى 2012 كانت البداية ديال ماستر ديال فورماسيون ديال لوسيبي سكيلز دامت ثلاث سنوات دامت ثلاث سنوات دامت ثلاث سنوات قرينها يعني ماستر عادي كيفي لعد ماستر انيسيا هو كان ماستر بيونت منين كمنا بطابعة الحال كمنا كمنا الفورماسيون جينا نتفاجئوا بطابعة الحال انه ما كاين لا لا وظائف ولا شي كاين انه ملي الشارع ولي كاين يعني الوعود كامل اللي كان قال الوالد دخيل او الولاية ما وفى بداها ذاك الوعود ما وفوا بها بطابعة الحال بالنسبة عفوا نرجع بالنسبة الاول شي منين درنا الفورماسيون يعني الناس اللي المسؤولين جاونا من الضالبيضة من الشرك من الادارة العامة بطابعة الحال جابوا لنا واحد الوثيقة قالوا ان احنا ما نتابعوا ادارة الفصفات لم بعد ولا من قريب بأي شيء بأي شيء او اي متابعات قانونية يعني ما ننزموها بأي شيء فقط هي عبارة عن فورماسيون دام مدة عامين او ثلاث سنوات فقط عاقب هاره ما كينشيء يعني هادها اول صدمة اللي صدمناها عاقب منين نفض الشكل ديال الاعتصام عاقب بطابعة الحال منين نكملنا بطابعة الشارع هو اللي كان هو كان يعني ما دولة او السلطات او الولاية بطابعة الحال ما ما وفات بها كل وعود وبقى هاد الملف عالق الى حد الان يعني يعني راه مزال قائم مزال ما نفتفيه مزال ما نفتحت لها قنوات الحوار يعني بقى مزال هاد المشكل يعني قائم من نسبة هالفورماسيون و سيبي سكيلز رغم بزال يعانوا من العطالة والبطالة بطابعة الحال وعداد هائلة فما بالو كل عام كي تزاد عدد عدد المعطلين كل عام الاستثناء و سيبي سكيلز بطابعة الحالة لانه شوف المدة من الفين و عشرة الى حد الان راهي سنوات طوال جدا عاقبها بطابعة الحالة مرق تنسيق ميداني جديد اللي هو كانوا فيه اربع مجموعات كانوا فيه اربع مجموعات مرقوا الشارع وداروا وقفات من بينها وقفة كانت احدى ادارة ديالو سيبي ادارة ديالو سيبي كانت وقفة بطابعة الحال فيها مجموعة من المجموعات ديال المعطالين اللي كانت ضم الو سيبي سكيلز كانت ضم الاثر العليا واتضم المجموعات المعطالين اللي ما داروا الفورماسيوم بطابعة الحال عاقبها جاء ادراب عن طعام كان في شارع مكف مكسب للحقوق الانسان في عمارة الغردة في 2016-2017 دام واحد وعشرين يوم كان لا يستمر الى ثلاثين يوم يا غير الاخوة الرفاق اللي كانوا دير الاضراب عن طعام طابعة الحال ما قدوا يتحملوا الاغلبية فيهم يعني عشرين الساة هيك المدة يعني على حسب القدرة الجسمانية دياله فجاء بطابعة الحال رئيس الجهة حينها حمدي حمدي الصغير قال بطابعة الحال جاء دار لقاء مع قاسهم شخصيا دخل عندهم ودار معهم لقاء مع المضربين عن طعام وعدهم طابعة الحال قال لهم غال فضوا هذا الاضراب عن طعام وعاقبها ران نشوفوا لكم حلول راوا كين حلول وكين وظائف وكين كذا وكذا وكذا نفس الشيء يعني الله وعود كاذبة وحبر على ورق يعني ما كين شي حاجة ذي كية منموسة يعني مزال حتى هو ملف مزال قائم مزال منحل يعني راهو كين ياسم الملفات العالقة اللي ما نحلت الى حد الان الوصيب سكيلز والاضراب عن طعام اللي داروهم معطلين طابعة الحال فايك فايك الفترة في 2016 2017 عاقب جات زيارة الملكية العيون في 2016 تقريباً في 2017 من ضابطة تواريخ اللي هو اللي بطابعة الحالة اللي بطابعة الحالة اللي بطابعة الحالة ديك ساعة مدير الفوسفات العام دي التراب اللي خطب أمام جلالة الملك اللي قال انه كائن وظائف 1500 بوست ولا 1700 بوست شاغرة وهون في العيون طب اللي هي خالق يعني اللي يسبقوا ابناء المنطقة اللي تعطاهم واحد حصة معينة كونهم منطقة فوسفاتية العيون عندها مؤهلات فوسفاتية طبيعة الحالة وعندها ثروات هائلة من الفوسفات اللي يعرف الجميع اللي يعرف طبيعة الحالة الجميع وكان يعني نأمل كنا نأمل خير أنه على الأقل يعود دمج الفورماسيون وصيبي سكيلز في هاد في هاد الوظائف اللي يتجي في 1700 بوست ولا 1500 بوست يعني ماني ضابطة يعني الأعداد بالضبط يعني نفاجأنا أنه منين جاو هادوك على مراحل جات ال500 الأولى و500 ثانية ما فيها قاعنا منها لا بناء المنطقة أو حتى الفورماسيون وصيبي سكيلز نقصينا منها الإقصاء التام وعلى أي أساس بناءوا هاد الوظائف أو جاوه جاوه هاد هاو الوظائف ما نعرف شكون وظفوا من هما اللي توظفوا يعني بقاوا أبناء المنطقة بطبيعة الحال ما توظفوا الفورماسيون سيبي سكيلز ما توظفوا وبقاوا المعطرين في التراكم يعني أعدادهم كتراكم يوم عن يوم وملف المعطرين منزال جامد ومنزال قائم يعني يعني عدد هائلة يعني الملف ما ينقش فيه ما يجبر فيه حلول يعني كي يبقى يعني بدون حلول وبالشي يبقى والمعطرين فيه تزايد يوم عن يوم والدليل راعي نحن بطابة الحال نزلنا نعانوا من البطالة والعطالة إلى حد الآن رسالتي الأخيرة اللي أول شي نشكرها كالأخ محمد ونشكر هيبا بريس على هذه الاستضافة وعلى هذه اللفتة الإنسانية بالنسبة لرسالتي الأخيرة أن المعطل في العيون يعاني الويلات ويعاني العطالة ويعاني الفقر ويعاني الضياع ويعاني الشتات يعني مجموعة من المشاكل اللي يعاني منها المعطل بطابة الحال وعكس اللي كتسوق للسلطات وعكس اللي يتسوق للمنتخبين أنه كان واحد التنمية وواحد المشاريع وواحد الصورة يعني يلمعوها على العيون وهي رأي عكس ذلك يعني مخافية أعظم كان واحد الهشاشة وكان واحد الفقر وكان واحد يعني كان ضواهر يعني محدث ولا حرج كان الناس اللي كتعاني في صمت ما ما كتمرك تعبر عن رأيها وعن حاجتها وعن فقرها كان آرامين كان مطلقات كان معطلين كان معاقين كان مجموعة من الفئات وكان كان المعوذين بطبيعة الحال كان العجزة كان ياسر من الأمور لو جاينا نشوفه في هذا المجال وفي هذا المتكلم أو نبحته بطبيعة الحال غلقوا حكايات مأساوية وغلقوا كوارث وغلقوا ضواهر ضواهر اجتماعية يعني يعني يحز هذا النفس إنما يطالب حقه يعني يطالب حقوقه والمشروع العمومي والعيش الكريم يعني يراي حق يعني يكفل الدستول أي واحد ترجمة نانسي قنقر